الفرق ما بين الكتب النفسية وكتب التنمية البشرية من وجهة ناظرك لأنه برضو الحقيقة أنه في الفترة الأخيرة فيدى كترة كتيرة جداً نبدأوا يعملوا كتب نفسية قد إيه مفيدة وقد إيه ممكن تكون بتشرح حالة معينة أو مشكلة معينة بس أحياناً برضو القارئ بيختلط على الأمر ما بين الكتب النفسية والكتب التنمية البشرية هو الفرق متداخل جداً إشرحين؟ لكن لما نيجي نقول كتب نفسية يعني تخصص اتجاه نفسي يبقى لازم لا ينزل تحت علوم علم النفس علم النفس بقى سواء علم النفس الإيجابي سواء علم النفس الأسرة سواء علم نفس التعلم علم النفس المدرسي علم النفس فيه فروع كثيرة علم نفس المرضي فروع كثيرة جداً لعلم النفس ليه كتب تبقى فيه اتجاه علم النفس فيه الفروع المتنوعة من علم النفس طب ما الكتب التنمية الذاتية أنا بعتبر كتب التنمية الذاتية هي الجزء التطبيقي أو الجزء اللي بياخد من علم نفس التطبيقي إيه الفرق ده؟ علم النفس فيه فروع كتيرة منهم فرع اسمه علم النفس التطبيقي اللي هو بياخد النظريات اللي تحطت في علم النفس وكيفية تنفيذها فينزل تحته علم النفس التطبيقي زي مثلا تعديل السلوك لما نقول إحنا عاوزين نودي أولادنا لحد يعمله تعديل السلوك يبدأ اسمه علم نفس التطبيقي ما هوش علم نفس بس لأ ده تطبيقي تعديل السلوك يبقى تطبيق لنظريات علم النفس ناخد من علم النفس الإيجابي ويبقى تطبيقي طب التنمية الذاتية علشان ما روحش بعيد من السؤال طب التنمية الذاتية إيه اللي بيحصل في كتب التنمية الذاتية أو التنمية البشرية أو التطوير الذاتي أيا كان المصطلح اللي بيتقال هو تطبيق من أشخاص سواء بقى متخصص أو غير متخصص ده جزء تاني خالص الأشخاص دولت بياخدوا إيه؟ بياخدوا من علم النفس تطبيقات يبدأ ينفذها طور حياتك طور ذاتك اصنع كذا اصنع كذا اصنع كذا فهو بياخد ايه؟ هو بياخد من علم النفس بس جزء وبيعمل ايه؟ بيعرضه وللأسف الشديد الكثير والكثير والكثير من اللي بيعرض أجزاء ماخوزة من علم النفس هو بيعرضها أروع وأجمل بكتير من البعض مش أكيد من الكل من البعض اللي متخصص في علم النفس وبيعرض الجزء ده في علم النفس ليه من وجهة ناظرك ليه بيعرضها بشكل أحسن أو أثبت ليه ليه لأن فكرة التنمية الذاتية أو التدريب هي التنمية الذاتية أيما عليه أيما على التدريب وخرجت من مدارس التدريب مدارس التدريب طبعا بقى ستزيتها يعني مش عاوزين ناخد في تفاصيلهم كثير مش أفضل واحد متحدث تحفيزي في العالم أنتين روبيز أو تاني روبيز طبعا ده نعمل واحد في العالم كله في التحفيز طبعا أستاذنا في المنطقة في الوطن العربي دكتور إبراهيم الفقر رحمه الله طبعا ده أستاذ التنمية الذاتية في الوطن العربي حق نجحة كبيرة جدا وحق نجحة مهيرية كبيرة جدا بالضبط برغم ناس منقاسمين في ناس يحبوه في ناس ليهم بعض التحفظات لكن ده هو من أرصى التدريب والتطوير الذاتي في الوطن العربي بلا شك كمان فالناس أخذوا منين أخذوا من المدرسة دي يا المدرسة التحفيزية بتاعت أنتوني روبيز يا من المدرسة بتاعت أستاذنا دكتور إبراهيم الفقي يا من بعض المدارس الكثيرة طبعا في أساذة رائعين كتير موجودين فدول خرجوا أسلوبهم إيه؟ يا تحفيزي فبيديك المونتوفيشن والتحفيز اللي يخليك تحب تقرأ الكتاب واللي يخليك تحب تحضر المحاضرة ويخليك تسمع ويحاوز أنا مبسوط من المحاضرة أو من الكورس أو من الورجشوب ديت فأنت متحمس جدا يبقى ده المدرسة التحفيزية يا إما مهارات الإلقاء الجيد طريقة جيدة في العرض وفي التقديم وفي الإلقاء فالناس يحبوا المحاضرة ديت فالناس يحبوا الكتاب ده دول مدرسة تطويري ذاتي اللي أنا واحد من هنا واحد من هنا على الفكرة أنا أخصائي نفسي وفي نفس الوقت في تطوير ذاتي فبالتالي دي مدرسة عشان كده أرجع للسؤال اللي حضرتك قلته تاني طب ليه دول أحيانا بيعرضوا من المدرسة دي أشياء بطريقة أفضل لأنه إحنا قلنا دول يبيشتغلوا تحفيز على أسس تحفيزية اللي هم عارفين يعني إيه تحفيز وكيفية التحفيز الصحيح يا إما درسين الحاجات اللي الناس بيحبوها الناس احتياجات الناس بيقولوها أما الجزء التاني فللأسف أروع ما يكون علم النفس وأروع ما يكون كل أسازة علم النفس وكل ما في علم النفس رائع ولكن نسبة كم في المية هنا بيعرض بطريقة رائعة ونسبة كم في المية هنا بيعرض بطريقة رائعة للأسف الشديد هلا أن المدرسة العلمية الحقيقية الصحيحة ما يستطيع أن يعرض حكته ويعرض منتجه ويعرض علمه العدد فيها أليل جداً اللي بيقدم العرض الرائع عشان كده التنمية الذاتية أخدت إقبال وسحبت الكثير من القراءات ومن المفهيم عن علم النفس جميل